سعيا لجعل جهودها المتواصلة على مدار الفترة الماضية ترى نور التحقيق لخطتها المتمحورة حول الحفاظ على استقرار وأمن دائمين بشتى الطرق وأولاها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتطهير البلاد من المقاتلين الأجانب أيا كانت غاياتهم وأدواتهم وداعميهم باتت اجتماعات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 تقام بحضور طرفي لجنة من المنطقتين الشرقية والغربية على وتنع على وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على رأسه المستشار الأممي سيفني وليمز اللقاء التاسع للجنة عقد في مجمع وقاعات وقدوغو بسيرت وذلك لمناقشة وتباحث جملة من النقاط المدرجة بجدول أعمال اللجنة والتي تأتي في صميم مهم أعمالها بما في ذلك استدامة حفظ الأمن وإعمام السلام الليبي إضافة إلى تدارس وضع الأليات الناجعة لإخراج المرتزقة والقوات الداعمة لهم بمناطق الصراع الليبي الليبي وبشكل نهائي من على أرض الوطن كما ناقش المجتمعون مستجدات الأعمال والنقاط التي تسهم في التقارب العسكري الليبي والتصالح المجتمعي بمختلف ربوع الوطن لتحقيق السيادة الوطنية والاستقرار الليبي وحول ما تمخض عن هذا الاجتماع أكد عضو اللجنة العسكرية العميد مختار النقاصة إن اللجانة والفرق الفنية لتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية جاهزة موضحا خلال تصريحات صحفية أن حسم ملف المرتزقة يحتاج إلى قرار سياسي للبدء فيه لافتا إلى أن اجتماع خمسة زاد خمسة الأخير يعتبر أول اجتماع بحضور المراقبين الدوليين والأمور تسير كما ينبغي على حد تعبيره وأضاف النقاصة أنه تم بحث فتح طريق بوغرين الجفرة وسيتم تحديد موعد فتحها خلال الاجتماع القادم كما تم إبلاغ غرف العمليات للطرفين وأشار إلى أنه تمت مناقشة ملف المحتجزين في وقت أجريت فيه العديد من عمليات التبادل معرجا على تحدي يواجه اللجنة بما يتعلق بملف المفقودين والمغيبين قصرا وغياب المعلومات الكافية عنهم ومؤكدا تكلف ضابطين اثنين لمتابعة ملف المفقودين للكشف عن مصيرهم ولتقص الحقائق وجمع المعلومات التطورات السياسية الأخيرة في البلاد تشكل دافعا منطقيا حسب مراقبين لبدل المزيد من الجهود المحلية والدولية والأممية لضمان استقرار ليبيا وطي صفحة أرهقت العبادة والبلاد وهي أزمة الدخلاء العسكريين إن صحت هذه التسمية للنأي بكل حجج الساسة والمتشبثين بالكراسي فيما يخص ترد الوضع الأمني وما يحيطه من تدخلات خارجية عسكرية قالوا إنها منعت إجراء الانتخابات وأعادت ردم الثقة الشعبية بكل القرارات السياسية وأصحابها